تلاتة اتناش تموز الفين واثنان عشرين مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفية في استوديو والسحافي والمحلل السياسي الأستاذ تفيق شمان أهلا وسهلا فيك استاذيبي صباح الخير كل عملك الخير ولكل المشاهدين إن شاء الله يا رب الظروف أحسن وأفضل بالوقت اللي يمكن ما حصل مواطن لبناني للأسف لا ببهجة ولا بفرحة هو وقف دام بطوابير دام الأفران يبحث عن رغيف الخبز علما أنه يمكن في ثورات قامت ومنرجع للكبير الراحل نحكي عن كتاب الرغيف وكل مجريات هذا الموضوع بالوقت اللي كأنه فيه هدوء لمبالات بلادي ما بعرف شو فينا نوصفها استاذ تفيق بمقاربة كل الاستحقاقات وكأنه ما يعاني المواطن اللبناني اليوم غير معني فيه المسؤول يعني على الرغم من أنه رحنا إلى انتخابات نيابية على الرغم من السبعة عشر تشرين وكل يمكن المحطات المفصلية اللي مار فيها لبنان خلال السنوات الماضية ولكن يبقى السؤال شو لوان مواصلين نحنا لوان رايح البلد في ظل هذا شو فينا نقول شو فينا نوصف ما بعرف كل شي مش على أي حال لابتداء من الخبز أحدهم أحد المستشارين للويسة السادس عشر طالما فتحت الموضوع معروفة قصة ماري انتوانات طبعا وقت اللي دعت الناس إلى يكلوا بسكويت نعم فأحدهم قال له بعد ما رفعوا الدرائب مثل ما يصير عندنا صار فيه تقنين لأنه كانوا الفرنسيين مشغولين بالحرب الأمريكية ضد بريطانيا فصار فيه انهيار اقتصادي وانهيار مالي اللي هو أسس للثورة الفرنسية بسنة 1789 فجاء أحد المستشارين أو الوزراء يقول للملك إياك والخبز إياك والخبز طبعا لم يعطيه الأذانة الصاغية فكانت الثورة الفرنسية وأطيحها بالنظام الملك صحي ونعرف النهاية الوخيمة هلا للأسف للأسف الآن نحن نعيش وضعا مشابها وضعا مشابها وانه كمان بدي أقول استشد بما قاله وزير الاقتصاد أمين اسلام قبل يومين بأنه 40% من مخزون الطحين إما يهرب إما يحتكر ويخزن 40% يعني النصف صحيح عم يحكي عن مافيات محمية وبنفس الوقت عم يحكي عن عمليات تهريبية فإذا النصف خبز اللبنانيين مصروق ومهرب مصروق ومهرب طبعا هون بدو يتساءل الواحد إنه طيب إنه الدولة القوى السياسية الأجهزة الأمنية القوى العسكرية هلا البعض بقولوا إنه القوى الأمنية والعسكرية لا تستطيع أن تفعل شيئا صحيح إذا لم يكن هناك قرار سياسي يعني بدأ غطاء سياسي في المدى المطاف اليوم في دولة أول شيء بلشت بالدولة في دولة؟ للأسف نحن في حالة انحلال للدولة انحلال بكل ما في الكلمة من معنا الدولة إليها وظيفتين الأمن والرعاية الاجتماعية أثنين غير متواجدين ما في ضرورة للدولة أي دولة ما في ضرورة نحكي فكر السياسي إذا لم يتوفر بها هدان العنصران الأمن الأمن الاجتماعي والأمن القومي أثنين نحن عنا أصبحوا تقريبا خارج خارج نطاق الفكر السياسي وخارج قواعد الفكر السياسي فيه عنا سياسيين كتير الفكر السياسي والقموس السياسي بالترجم أكيد منهم أولوي للأسف يعني بالأخير إنه مهمة الدولة ترعى هذا المجتمع أي المجتمع وكلنا بنعرف الدولة آخر شيء يعني سلطة وأرد وشعب سيا غير قادرة على رعاية المجتمع لأنه نحن في المجتمعات لأنه نحن في دولات أنا مش مع هذا المفهوم الذي يذهب إلى تفريق اللبنانيين إلى شعوب وجماعات مش معه على رغم النظام السياسي اللي هو بفرق لا لا شوفي يعني أنا كتبت أيضا بهذا الموضوع ما بعرف يعني إذا حدا من المشاهدين قري بس عمل شي باللبنان يعني بعرف من خلال الاتصالات اللي بتجيني أنه إذا أخدت سنجافورا مثلا مساحة 800 كيلومتر 800 كيلومتر فيها 6 مليون نسمي تقريبا قد لبنان ولبنان يمكن مليون ونصف كمان برا يعني في المقيمين اللبنانيين بالكاد طلعوا أربعة ونصف مليون صحيح طيب وفعندك الصيني وعندك الهندي وعندك المسلم وعندك المسيح وعندك اللاديني طيب بس قدروا عملوا شي علما أنه نحن اقتصادنا بسنة 1960 كان بحدود 750 مليون دولار اقتصاد سنجافورا 600 مليون هلأ نحن اقتصادنا تقريبا حد 20 مليار سنجافورا 295 طيب ما هولي شعوب متفرقة إذا ما ننسقط المفهوم الانقسامي والتقسيمي اللبناني على سنجافورا بس نفس مفهوم النظام السياسي الموجود لا ما هوني يعني هوني أنا اللي عم أقول بالأخير أنه النخبة هي اللي بتعمل الشعب وهي اللي بتعمل الدولة بألمانيا اللي هي تقريبا تالت أو رابع اقتصاد في العالم فعلنا حزبين رئيسيين الحزب الديمقراطي المسيحي وفي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب الديمقراطي المسيحي ذو أكسرية كاسوليك زي ما نحكي طائفية والحزب الديمقراطي الاشتراكي ذو أكسرية بروتوستونت بس مع ذلك أنه النخبة لم تذهب إلى التطرف في التعاطي لمع قواعدها الشعبية ولا مع الأبعاد الطائفية للعمل السياسي كب شو التفسير إذن؟ النخبة نحن عنا أزمة نخبة ليس فقط في لبنان في العالم العربي بس هي شو أسباب هذه الأزمة أزمة نخبة اليوم بعالمنا العربي نحن السياسي عنا نحن غنيمة حرب نتعاطى مع السياسي كغنيمة حرب مش كإدارة مجتمع هاي مفهومنا للسياسي مفهومنا للعمل السياسي إذا بديك تفوتي بهذا الموضوع فوتي أكتر ما كمان فيه مفهوم المفهوم السياسي اللي عنا نحنا بدي حطه بين قوسين حتى يقدر ترجع لقوامس اللغة العربية أنت فتفتحي هلأ نواضيع عن تنكي جراحنا حتى أنه وقت اللي بتيجي بتقري بالمعنى الدلالي اللغوي عنا بيفرق كتير عن المعنى الدلالي اللغوي بالغرب راح أشرحهم ونحنا بالسياسي عندنا أنه ساس الخيل هزبها وركب عليها طيب بالغرب لا شو ساس الخيل إطلاقاً إطلاقاً جاي من البوليس المدينة يعني المفهوم مختلف مثل أنت عم بتقول شوف الفرق حتى البوليس الشرطي حارس المدينة نحنا الشرطي عمنا بتروحي قوام ده العصر العباسي والأمم ده العسس اللي بتلصصه على الناس وبيتخبره على الناس في فرق كتير كبير بس هو للأسف نحنا ما تتبعنا تطور الفكر السياسي يعني من اليونان لغاية الآن علماً في كتير من رواد النهضة العربية الآن وقبل يعني يعني لا بدي أحكي بعبد الرحمن الكواكبي وما بدي بعد أكتر بس خليني وقف من هون ولغاية هذه اللحظة كانوا عم بيحاولوا يأسسوا إلى فكر السياسي حقيق أنه كيف بدي ابني دولي وكيف بدي حول هذه القبائل وهذه العشائل اللي هي موجودة في كل العالم صحيح وهيك بلشت بداية السويد لسنة القرن العاشر للميلاد الدول الأسكندينفية الفايكونج أكثر شعوب الأرض توحقشة طيب هلأ أرقى شعوب الأرض صحيح لأنه توفرت لأولم نخبة أنا وقت لبدي انطلق في العمل السياسي من كون هذا العمل السياسي أنه هو غنيمي بحرب ساحة ذاك إنه ما بتفرق معي لا أرض ولا شعب بس ليه ما تطور فكرنا السياسي بهذا المعنى لأنه بعدنا هنا في مشكلة نحنا دائما العرب ننشد إلى التقليد إلى تقليد الغرب إلى التقليد الماضي طبعا يا ريت آه يعني تكرار الماضي بمعنى هذا المعنى بالشهر نحنا بعدنا عم نشد للماضي بالسياسي عم نشد للماضي بس ليه لأنه ما أدرنا لك شي جديد مش عمنا مرأة فترة نحنا مرأة فترة تسمى إذا بدك فترة الرواد وفترة النهضة العربية لحد الخمسينيات كانوا عم بيأسس ولا شي يعني جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو وسيد محسن الأمين وكثير يعني منهم بس للأسف أنه إذا أجت فيما بعد العودة إلى اعتبار السياسي غنيمة حرب من خلال الإنقلابات العسكرية التي شهدها العالم العربي قاعدت مرة أخرى إلى إعادة أحياء النظام الأموي العباسي الملك والعضود إبس كان عنا خيارات أخرى يعني اليوم إذا بعيدا عن هذه الإنقلابات في محلات كتير في محلات كتير نعم كان في خيارات طبعا ما بدي أفصل عما جرى في الداخل العربي عن الصراع العربي الإسرائيلي وعن الخارج بس بالأخير أنا مفترض خياراتي بالداخل تكون محسومة هذه التي نحن تركناها جانبا وقلنا لصوتها يعلو فوق صوت المعركة لأن إحنا ما قدرنا آخر شي نوحد هذا الخيار ما قدرنا نتوحد حول خيار أو حول مفهوم الدولة اللي حضرتك عم بتحكي عنه صحيح لأنه في بعض يعني فيه تنازع بين مفهوم الدولة كسلطة ومفهوم الدولة كإدارة وتجمع كل هذه اللي سميتيها شعوب بتحولها لشعب واحد فيه كمان بالفكر السياسي دائما أنه البعض يطرح أنه والله أنه الدولة الفلانية أنه هي مش دولة أمي هذا الفكرة الألمانية بالأسر بس لا أنه الدولة هي التي تخلق أمي فيه حدا يقول لك لا الأمة هي التي تعمل دولة لا أماركا ليس أمي بس تشوف منها دولة كل دول أماركاا اللاتينية لم تسبقها لم يسبقها زهور الأمي كندا لم يسبقها بتشوف أن الدول الصناعية السبع أستراليا كمان الأمر ذاته فإذن الموضوع غير محصور فقط بأن الأمة هي التي تسبق الدولة. الدولة هي التي يمكن أن تنتج أمي. هذه اللي نحن لغاية الآن فيه تنازع حول هذا المفهول. طيب أي من نقص اليوم؟ نحن مشكلة البطل دائماً عندنا هو الأساس. صحيح. في حين وقت تبلش تغير العالم كان فيه صراع بين البطل وبين العقل. هلأ أتنين لازم يكون موجودين بس العقل هو الذي يجب أن يسير البطل. وهون بدي أقول شغلي كانت تاكل. أبطال واحد ولا نحن مجموعة أبطال يعني أو. أبطال وهميين خلينا نقول. هذي سجاد سجادة على الأرض العربية كلها أنه قد نردك فيه أبطال. صحيح. أنه هلأ أنه ممكن بأي دولة وحتى مفهوم البطل يختلف بين طبعاً. طبعاً. بين طرف وآخر يعني. أكيد طبعاً. كل واحد عنده بطل وأبطاله الخاصين. بطولاته. بس الموضوع وين؟ الموضوع أنه أنا بدي أعمل دولة. هذي مهمة النخبة مش مهمة الشعب. طبعاً. أين هي النخبة؟ وينها؟ ليه؟ هاي الأزمة. أين ليه؟ هذا الغياب يعني. المدوي خلينا قول. هاي الأزمة هاي الأزمة التي نعاني منها الآن وتفكل تصطدم بماذا لهم النخبة؟ بدك تغير المفاهيم وهذا نضال مرير ما هو هاي دي مهمة النخبة أن تغير المفاهيم؟ مش موجودة. لأ نحنا في عنا سياسيين بس ما في عنا يعني الأغلبية يعني بحكي. في عنا الأغلبية سياسيين وليسوا رجال دولة بأي معنى؟ شو الاختلاف؟ لو نقول رجل دولة مش هو يمارس السياسة؟ لا مش كل سياسي هو رجل دولة لا لا. في مواصفات مطلوب اليوم؟ خليني تبعاً خليني استشد بمجموعة الأقل من السياسيين الصادقين بلبنان. ودائماً بقول معملك مقال يمكن بهذا دائماً بقول لتستشد بلبنان ما قبل 75 طبعاً لأنه كان في بقعة ضوء بقعة ضوء أساسية كنا نحنا ومصر أهم الدول في الشرق الأوسط. لبنان مش صحيح أنه لبنان كما يقال طول عمره هيك. لا أبداً مش صحيح يعني. كمان في خطأ شائع للناس؟ لا 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 يعني أنا أعطي بعض الأمثلة. بعد الرئيس لمان فرنجية مثلاً بيجي دعوة لمؤتمع القمة العربية ب76 للعاقيد معمال القذافي. دعوة مثل كأنها استدعاء يرفضها. رئيس حكومي سابق عبدالله اليافي. عندما يصبح رئيساً للوزراء بيحاول أيضاً الملك فيصل بن عبدالعزيز يستدعي. بيقوله أنا رئيس حكومي الآن. بتوجهت دعوة رسمية أنا بيجي. هاو رجال عرفتك؟ يعني كان في مواقف. طبعاً في مواقف. تفض كرامة. كرامة بلد. كرامة بلد. كرامة بلد. لا. في شي حقيقي. بس كان يستند على ماذا؟ على مواقف لأنه رجال دولي اليوم كانوا قادرين يقولوا نعم ولا. طبعاً. شوفي. متل بيقول تقييدين الصلاح. الله يرحمه. انه الحكم وقتل بيكون أنا بالسياسي مش لازم يحكي حكي الأبضايات. حلو. هي الفرق. وبعدين أبلان عيسى الخوري دائماً كان يقول. أبلان فرنجية عفواً. كان دائماً يقول إنه فيك تعمل بطل بس بدون ما تدمر الأرض. يعني مش دائماً البطولات بتقوم على دمار وعلى حلوق وعلى. طبعاً. لا أكيد. البطولي في مكان ما مطلوبة. بس أنت مش دائماً بدلق عامل بطل. فيك تعمل بطل بموقف. هو صحيح. هو بكلمة. هو الذي كان يقصد هذا الأمر. هون بد أقول كمان دائماً عم نسمع هلأ إنه لبنان فاشل. لا. لبنان مش دولة فاشلة. إطلاقاً لم يكن دولة فاشلة. نحنا إلتقى قبل بدعو تكررها. نحنا كان في عنا 14 مليار ليرا لبنانية بخزينة الدولة بسنة 1974. يعني بما يوازي 7 مليار دولار. بلغة تلك الأيام. بلغة هذه الأيام لازم يكون عندنا فقط 300 مليار. العمد اللبناني كادة تتحول إلى يورو المنطقة. ما حدا كان بعد يسمع. يسمع باليورو. لبنان معزم بيانات القمة العربية. مؤتمرات القمة العربية. من أول قمة. من قمة إنشاس. تقريباً لا حد الـ 75 كان هو الذي يصير البيانة الختامة للقمم العربية. يعني أقولك مرأنا بمراحل مضيئة جداً. نعم مضيئة جداً. بس معظم السياسيين الفاشلين. وشدد على معظم أو الغالبية لم يقرأوا تاريخ لبنان. ولا يريدوا أن يتعلموا من الماضي الماضي. لذلك بيطلع حدا بيقولك طول عمره لبنان هك. لا. لبنان مش ما كون. أنا بعرف من خلال شغري إلى ما قبل عشر سنوات. بس يعرفون اللبنان يضربوا لي تحية. أينما كان. الآن تحولنا إلى مسبة وإلى شتيمة. إلى متسولين للأسف. وإلى نظرة يعني دونية لقلنا. بالوقت اللي مثل ما حضرتك بلشتوا عم بتقول أنه المشكلة تكمن فيه إذا بدك اليوم. يعني السلوك المتبع اللي هو على أساس مفهوم غنيمة الحرب. غياب رجال الدولي. غنيمة الحرب يعني. نعم غنيمة حرب طبعاً. بتنازعوا. يعني هاي دي اللي هو آخر شي يترجم بي. شو عم بيصير. نظام المحاصصة القائم. أحسنتي. شو عم بيصيرها لأبيعمية تشكيل الحكومة. هاي ده السؤال. خلينا نفوت طالما. الغنيمة. إنه أنا في عندي الآن محاولة لتشكيل الحكومة إذا شكلت. بس لين إحنا فيتين أصلاً على الاستحقاق. وعننا إذا بدك يعني قناعة مسبقة أو راسخة. بأنه ما في إمكانية لتشكيل هذه الحكومة. يعني. هو عملية الشد والجذب. عملية الشد والجذب حول غنيمة الحارب. إنه هلأ مثلاً رئيسنا جيب مئاتي طرح 24 وزير. صحيح. الطيارة الوطنية أو فخامة الرئيس بده 30 وزير. ست وزراء سياسيين. ليش ست وزراء سياسيين؟ لأنه بتعبر عن الطوايف أو أنه التقاسم بين هؤلاء. المعنى العام هكذا. بس حتى يجي حدا مثل الوزيس جبران باسيلي يفوت على الحكومة أو ما يعادله. أو ما يقاربه. بدك عم تعمل البروفيل اللي هو بناسب هذا الموضوع. طبعاً. الشيء الثاني إنه أنا بدي قيل حاكم مصرف لبنان. بدي أعمل تعينات. ما كمين هذا يدخل في نطاق الغنيمة. طبعاً. بدي قيل حاكم مصرف لبنان. وبده شيل قائد الجيش. وبده أعمل تعينات. بده تكون أغلب هذه التعينات لصالحة. غنيمة أو مش غنيمة هذي. سياسة الغنيمة. مش حفاظاً على الحقوق مطالبتاً بالحقوق. ما أنت فيك تستخدم التعبير اللي بديك إياه. ما بدك تشوف الخلفية التي تحكم. ما هي الخلفية اللي عم تقوليها صح. بس فينا نستخدمها كمان نسقط على دلالة الغنيمة. يعني بمعنى أنا بيطلع لحفة أكبر. طيب هايدي المغانم. المغانم اليوم أنا يعني بيكسب فيها لصالح شخصي. ولا آخر شي هايدي لما أنا بيكسب بيكون الوطن عم يكسب معي. لأ وقت اللي بيكون بيكسب الوطن. معنى ذلك مش غنيمة. بيكون عمال وطني. بس وقت اللي بيكسب تكسب فئة طائفة كانت أو حزباً كانت. هذي بيصير غنيمة. بس كيف لما نحنا بنحكي بهذا المفهوم. يعني اليوم كيف الطائفة تشعر بأنه هي إذا بدك يعني حصلت على هذا المكسب. بالوقت اللي هي تعاني ما تعانيه الطواقف الأخرى. هاي ومش الطائفة اللي بتحصل. مين؟ الطربيش. آه. يعني الطربيش الطواقف. بس تحت عنوان استرجاع حقوق هذه الطائفة أو كلك. طبعا تحت عنوان استعادة الحقوق. اي. مثل ما استعادة جزين وتحريرة. اي. بانتخابات الأثاني وتسعة. ماشي؟ بس هلأ للأسف ما كنا أمام نفسه. نعم. فلأ الموضوع هو أنه التربيش هم من اللي بيستفيدوا. على ظهر القاعدة الشعبية. طبعا. من يبنسلون هذه الأقصف. معظم الذين هي يعانون الآن من معظم التواقف. ومع ذلك الخطاب العام. الخطاب العام نحمي حقوق هذه الطائفة ونحمي حقوق تلك الطائفة. وطبعا تحت الطائفة كمان في حقوق المذهب. يعني حضرتك عم بتقول أنه اليوم اللي عم بيوقف إذا بدك. إمكانية التفاهم على تشكيل حكومة في المدى القريب. هو مفهوم الغنيمة. بعدنا بنفس المفهوم. اللي بيسموه محاسسة مثل ما تفضلتي وقلتي. يعني بهيدا المعنى. اليوم في شروط وشروط بالمقابل. وبالتالي ما في إمكانية لأنتاج أي تقاطع ما بين الطرفين. لغاية هذه اللحظة التي نتكلم فيها لا. لماذا؟ ما في أي مؤشر. لماذا؟ لا ما في أي مؤشر. لأنه بالأخير أنه رئيس الجمهوري بده يوقع مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف. بحسب الدستور. المادة يعني بالمادة 53. وبالمادة 64 من الدستور. رئيس الحكومة المكلف. اللي هو كمان رئيس حكومة تصريف أعمال. وهذه أول مرة بتصير. بصير تمتد. هنا إشكالية الكبيرة. صحيح. بالأول أنه يكلف رئيس الحكومة المنصرفة أو المغادرة. بس أنه بشكل الحكومة بصيرها. الآن يبدو أنا بضع الطول. طيب. أنه في أنا بوقع هذا المرسوم. أو لا أوقع هذا المرسوم. أنت لم تلبي ما أريده. مثل ما صار مع الرئيس سعد الحريري. عشرة شهر لم يستطع أن يشكل حكومة. فاعتذر. نفس الأداء عم بيكون مع الرئيس نجي مقاطر. بس هو أنت لم تلبي ما أريده. والله أنت لم تشاركني في عملية تشكيل هذه الحكومة. لا مش مشاركة. لا لا لا. لا لا ما دم. ما هون تكمل مشكلة. هوني افتعال مشكلة. ليه؟ هوني. أوكي. لأنه أنت كمان خلينا هوني نفوت بالدستور. نروح على محل أخرين. بالمادة 53. وبعدين نجي للمدة 64. بالمادة 53. حرفياً رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تسمية الرئيس المكلف منفرداً. صحيح. ماشي. هذه بالفقرة 2. بالفقرة 3. كمان رئيس الجمهورية يوقع بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة. ما يعني بالاتفاق؟ سننجي. بالمادة 64. طيب السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء. مجتمعاً. مجتمعاً. صح؟ صحيح. طيب. كمان بالمادة 64. رئيس الحكومة هو الذي يمثل الحكومة ويتكلم. هو رئيس مجلس الوزراء. هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها. وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. أوكي. مسؤول. ايه؟ مش رئيس الجمهورية مسؤول. دا هو المسؤول. رئيس الحكومة. أنا وقت اللي بدي يكون شريك في التأليف. بدي يكون شريك في المسؤولية. ايه؟ ما هو يترقص كمان جلسات مجلس الوزراء. متى حضر رئيس الجمهورية بصير رئيسه جلسات مجلس الوزراء. ايه بس هو ما بيصوت. ايه. بس لا يصوت. لأنه يلعب دور الحكومة. فإذا أنا وقت بدي يكون شريك بالتأليف. بدي يكون شريك بالمسؤولية. وامثل أمام مجلس النواب. طيب من يقتنع بهذا الاجتهاد أو بهذا التفسير اليوم؟ مش اجتهاد. أو بالتفسير خلينا نقول الآن في عدة تفسيرات كل وعب يفسر مثل ما بيناسهم. ما هو شو اللي حدث بالطائف؟ اللي حدث بالطائف أنه العديد من صلاحيات رئيس الجمهورية جيرت إلى مجلس الوزراء. اللي عم بصير الآن استعادة بالممارسة وليس بالنص. محاولة استعادة. محاولة استعادة. محاولة مع رئيس حسان الدياب ومعه 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 الآخرية. طيب بس نجح في بدي المطاف استيستو في. يعني بالالفين وستاش لما صارت التسوية رئاسية نجح في تشكيل هذه الحكومة في هذه المشاركة لما كانت هذه التسوية قائمة. هون غلط الرئيس سعد الحريري. يعني هو برأيك تنازل عن صلاحياته. طبعا حتى في أكثر من ذلك كمان أنه اجتماع مجلس الوزراء في مقر خاص. اللي هو رئاسة الحكومة. أما السراي أما في مقر بالمتحف. يعني قاس رب عبدة ما ما بطير في جلسات لمجلس الوزراء. لا 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 في مقر خاص بالدستور في مقر خاص في مقر خاص. يعني أنا وقت نكون رئيس حكومة وبطلع وبقبل تبي بالدستور إذا حضر رئيس الجمهورية. إذا حضر. يعني تعقد جلسات مجلس الزراع بنحكي دستوريا في مقر خاص للحكومة. وإذا حضر رئيس الجمهورية يترأس الجلسات إذا حضر. طيب وإذا دايما حضر. بس أنا بالأصل وقت البلد أنه يترأس رئيس الجمهورية الحكومة ويعقد عفوا ويعقد اجتماع مجلس الوزراء بالقص الجمهوري. أنا حتما تنزلت عن أولا خرقت الدستور. اثنين خرقوا الدستور. واثنين تنزلت عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. يعني بدأت مع رئيس سعد الحريري. فعلى سعد الحريري. وفعلى حسان دياب. وفعلى رئيس نجمهورية نقاطي أيضا. يعني أنت عم بتقول إن إحنا بيعني شو هاي دي غير دستورية كل الجمهوريات إيضا بهذا المعنى. إذا بدنا نرجع لنص الدستوري للموضوع. وبالتالي هيدا يفتح الباب أمام ماذا؟ نعم. شو؟ يفتح الباب أمام التصويب. أمام التصويب. من يصويب؟ بس هلأ وين قوة يعني وين ورقة القوة الآن مع الرئيس نجيب ميقاتي؟ وين هلأ في عنده ورقة قوة؟ عنده ورقة. ما كان عنده إياها بالحكومة السابقة؟ يعني كانت أوراق القوة أكثر. يعني كان وقت الرئيس سعد الحريري. وبعد ذلك وقت اللي إجا الرئيس نجيب ميقاتي. كان في عنا بعد سنة لانتخابات رئيسة الجمهورية. فكانت ورقة القوة الأساسية عند الرئيس ميشيل عون أو عند الفريق الرئاسي. اليوم؟ اليوم ورقة القوة الأساسية عند الرئيس نجيب ميقاتي. مع اقتراب نهاية العهد؟ مع اقتراب نهاية العهد. هو يراهن على ماذا؟ إذا رئيس الجمهورية ما وقع أنا ما بقدم التشكيل اللي بداك إياها. فأنت تذهب وأنا أبقى رئيس حكومة تصريف أعمال. هذه هي ورقة القوة اللي عند الرئيس نجيب ميقاتي. يعني اليوم بيد رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال ورقة قوة. هناك ورقة تهويل. أنا ما تسميه ورقة قوة. ليه؟ إنه بينسحبوا الوزراء المحسوبين على الطير الوطني الحر. لأنه بعض المعلومات تحدثت عن هذا الموضوع. وبعض المعلومات نفت. ما بعرف قدي شي كمان ورقة قوة. فيه إمكانية للإستقالة من حكومة التصريف ما هي حكومة مستقيلة. لأنه والله أنا تعرف أنت فيه شيء اسمه قانون العجلة. إنه ما بيجتمعوا. طيب بس ما هي حكومة تصريف أعماله. بس إنه عمليا بيشلوا عمل الحكومي. ساعة إذلك بصير يعني تنتقل الحرب إذا بدك من حرب تشكيل الحكومة إلى حرب المساقية. بس هون عنا وقت نخد كل هذه الحروب ونحن على أبواب استحقاق آخر شيء يعني انتخابات رئاسية على مدى أشهر فاصلة استنساقية. بواحدة وثلاثين تشين أولت تنتهي. عملية هروب إلى الأمام لأنه كل عملية تشكيل الحكومة الآن هو شو يعني عملية التجازن التي تحصل. إنه فيه فريق فريق معين إنه بده يقوي أوراقه داخل الحكومة الكاملة للصلاحيات والمواصفات. لأنه فيه شبه يقين عند معظم القوى السياسي بأنه بعد واحدة وثلاثين تشيين الأول لن تحدث انتخابات رئاسة الجمهورية. وبالتالي بنكون أمام حكومة شبيهة جدا بحكومة الرئيس تمام إسلام اللي استمرت من الألفين وأربعة عشر إلى ألفين وستطاع. يعني بعد مغادرة الرئيس ميشيل سلامان ومجيء الرئيس ميشيل عمي. هل اليوم فيه يعني مقال الأستاذ نقولة ناصيف بالأخبار بيقول لا حكومة لا رئاسة ماذا عن قصر بعبدة. وأنه عم بيقول أنه آخر شيء يعني يصبح محتوما على حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئيس الجمهورية. هيدا آخر شيء بفوتنا بمأزق. يفتح الباب كمان أمام أسئلة يعني. وهو عم بيقول يخشى من تدعيته وأختاره تحت حجة الضرورات تبيح المحضورات. ماذا إذا سجد في اللحظات الأخيرة من يعلو بصوته ونبرته ويتمسك ببقاء عون في منصبه إذا تعدر انتخاب خلف له في المهلاء الدستورية. طيب ما هو بالمادة 62 إنه في حال خلو صدت الرئاسي لأي علة كانت لأي علة كانت حرفيا تناص صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. هم بحكين نص حرفيا بالمادة 62. هذا غير قابل للنقاش. ما فيه اجتهد ولا فيه تفسير ولا شيء. لأي علة كانت حكومة تصريف أعمال. نجي لحكومة تصريف الأعمال. بالمادة 64 إنه الحكومة لا تمارس صلاحياتها إلا بعد لا تمارس صلاحياتها قبل نيل ثقة مجلس النواب. ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بما يعني تصريف الأعمال. تظهر تصريف أعمال في المادة 64. بس تستطيع اليوم حكومة تصريف الأعمال إنه هي تاخد صلاحيات رئاسة الجمهورية بوقت الفراغ الرئاسي. لأنه البعض بيقول إنه فيهون نحن أمام سابقة ما بعرف قديش وإنه فيه هون إشكالية ديستورية. تظهر حكومة تصريف أعمال حتى ينتخب. بس معنا أكثر من اجتهاد. بس معنا أكثر من اجتهاد بهيدا. أنا برأيي إنه هذا يشوف الاجتهاد يعني هو اللي عم بيصير بالبلد أحيانا كما يلي. إنه بيطلع أحد الجهاب ذي بيقلك إنه هذي مش موجودة بالدستور. يا حبيبي الدستور ما بيقلك إنه شيء مش لازم تعمله. الدستور يقول لك ماذا عليك أن تفعل. بس بالضرف الطبيعي. بأي دستور بالعالم مدام سوسن بأي دستور في العالم ما بيتعدد 400 مادة اللي هو مبادئ أولية. ما بيقدر المشرع أو المشرعون يقولون إنه هذي تجوز وهذي لا تجوز وهذا بدك سعتها عشر تلاف مجلد. صحيح. فبيعمل مبادئ عامة. هلأ بيبقى بعض. بيبقى بعض المواب اللي هي قتلت بس في لحظة لحظة سياسية مشتبكة. بتروح على المجلس الدستوري. كما هو بفرنسا. ماشي. بس نحن عم بصير عنا كل مادة. بيطلع حدا بيقلك إنه هذي مش موجودة بالدستور. مش موجودة بالدستور. لا يحق لك أن تقوم بها. حلو. وخلص. ونقطة على السطر. طبعا. لا يحق لك أن تعملها أو تطالب بها. إطلاقا. يعني تجاوزات وراء تجاوزات. لوان رايحين ما بعرف. هيدا السؤال يمكن. أنه مدعن عنوان المرحلة بالوقت. البعض يعتبر أنه خلص. دخلنا في معركة رئاسة الجمهورية. مثل ما قال النائب جورج عدوين. بعد الفاصل. مشاهدين الكرة. نتابع السياسة اليوم. والصحافي والمحل الأسياسي. الأستاذ شمان. أستاذ توفيك. كنا نحكي بموضوع الحكومة. وعم بتقول أنه. بلا ما في هذه الإشكالية. مثل محضرتك. عم بتقول. وبحسب الدستور. تسلم آخر شيء إلى حكومة تصريف أعمال. 62 عدوين كررها. واضحة تماما. أنه في حال خلوص. ده الرئاسة. لأي علة كانت. تنهت صلاحية رئيس الجمهورية. وكالتها من مجلس الوزر. لأي علة كانت. بس عم بيقول. أستاذ أولى نصيف بالمقال. أنه لا المادة 62 تسلم حكومة. مستقيلة المنصب الدستوري الأعلى في البلاد. ولا أيضا الأفريقاء. الواسعوا التأثير. بحسب اللي هو عم بيقوله. بصدد الموافقة على هذا الموضوع. المشكل في البلد. واضح أن نحن رايحين على مشكلة. ما نحن في قلب المشكلة. بس على مشكلة أكبر. يعني نحن الآن يعني ينطبق علينا المسأل القائل. أنه كمان يهرب من حفرة إلى حفرة أعمق. هذا يعني كمان. هذه كارثة أخرى. أنا برأيي أنه في كلام لازم نتبعه أيضا لفخامة الرئيس. أنه قال بأنه. لن يبقى. أنا لن أبقى دقيقة واحدة بعد انتهاء الولايتي. الآن طبعا قبل قال بأنه لن أسلم إلى الفراغ. طلع كثير من التحليلات والتوقعات والتقديرات والتحليلات أيضا. حللت ماذا يقول. وجاء أكثر من رد يعني من الفريق الرئاسي المحب به. وهو قال كل هذه الردود اجتمعت عند نقطة أساسية. وهي بأنه الرئيس لم يقصد بأنه لن يسلم الفراغ. يعني إذا لم تتشكل حكومي. أنه سيبقى في قصر بعدها. أو أنه إذا لم ينتخب رئيسه فيبقى في قصر جمهوري. أكذا قالوا. فينا نرجع. صحيح. واضح هذا على الموقف. طيب. الآن أنا برأيي. كأنه نحن فيتين الآن بعملية تمهيد جديد لرأي عام. طالما ما في حكومة كاملة الصلاحيات أو كاملة الأوصاف. فإذا أنه أنا حفاظا على الدستور. وبما أنه أنا رمز وحدة الدولة أو كذا يقول البعض. بأنه فخامة الرئيسة كذا كمان. بحسب النصر الدستوري بالمقدمة. فإذا حفاظا على الدولة وحفاظا على الدستور. أنا ما بقدر. لا. أن هذه الحكومة تستطيع أن الحكومة المستقيلة الآن. الحكومة المغادرة. حتى لو لم تحدث انتخابات رئاسية. وحتى أيضا لو لم تتشكل حكومة جديدة. ولو بالمعنى الضيق بإمكانها أن تستمر. بانتظار أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني بهذا المعنى شو؟ إلا إذا بدروح على مشكلة كبيرة. كبير كبير يعني. هناك من يدفع باتجاه هذا المشكلة الكبيرة. يعني هذا السؤال. في اليوم عناصر داخلية تريد أن نصل إلى هذا. وبالتقاطع مع عناصر خارجية. ولا لا. اليوم الجو الخارجي لا يدفع بهذا الاتجاه. تتعرفي بالألفان واتمنتعاش. وبالألفان وتسعة. وبالألفان وعشرين. ماشي؟ بالألفان واتمنتعاش والألفان وعشرين. يعني. ما بدي سمي. بس أنه أحد المقربين من رئيس الجمهورية. كتب مقالين بصحيفة النهار. أنه عندما تعثرت عملية التشكيل. أنه بالإمكان أن تطرح إعادة التكليف مرة ثانية على مجلس النواب. يعني أنا كلفت الرئيس سعد الحهيري. صحيح. أنه ما قدر شكل حكومي. فبعود مجلس النواب يسحب التكليف منه. لا يعني. كمان. أنه هذا اجتهاد من خارج النص. ماشي. أنه عمليا. طبعا طلع الوزيج جبران باسيل في مكان ما وفي زمان ما وفي لحظة ما. قال أنه يجب أن تحدد مهلة تشكيل الحكومي. ماشي. وقال على أنه رئيس الجمهورية يجب أن يحدد له مهلة. كمان. كمان. هذا الكلام بالعنوان العام ممتاز. صحيح. بس هيدا وقت اللي بيكون فيه حكومة أقلية وأغلبية. مش حكومة توافق. مش كل الناس بتشترك بالحكومة. بصير يعني إذا كتلة نيابية من واحد. بصير تعطل تحت ظلال الميثاقية. بس هون عم تحكي أنت لما تكون عم تمارس حياتنا الديمقراطية بشكل مطلوب. مش بهيدا المنطق اليوم الفائد. بس وقت اللي بيكون أنا بدي حدد مهلة. صحيح. بمعظم دول العالم في مهلة. بس في الأغلبية النيابية هي التي. يعني الاقتلاف النيابي. الذي يفوز بأغلبية مقاعد مجلسي. هو اللي بيشكل حكومة. طبعا صحيح. حديدينه الشهر وخمسة واربعين وخمسة واربعين يوم. ممكن تمديدينه وعشرين يوم مش أكثر. بس ليه وين هون. يعني وين الغلط إذا رحت إلى تعديل. فيما يتقال دستوري. فيما يتعلق بموضوع المهل. استيستو في. لعدم الوقوع بنفس دايما يعني. نحن عم نفوت بهذه المشكلة. ما هو الخطأ لأنه. بغض النظر إذا كان في أغلبية تحكم وأقليته عارض. لا ما تزبط بحكومات التوافقية بين قوسين. توافقية شو بمعنى ديمقراطية التوافقية. لا أنا بسميها حكومات متاريس مش حكومات توافقية هذه. آه كمان. نعم. يعني من نقل المتاريس من الشارع على طولة مجلس الوزراء. هني ياريت بيخلوها أصلا مجلس الوزراء وما ينقلوها على الشارع. طبعا. بس لا اللي عم قول أنه بحكومة متاريس كما يحدث كما يحدث في لبنان ما فيك تحدد المهلي رئيس الحكومي المكلف. لسبب بسيط جدا. شو هو؟ أنه أي فريق فاعل بعطله عملية التشكيل تحت ضدالة المساقية. ايه بس ما ما بتسهل أنت لما بتروح اليوم إلى تحديد المهلي بمعنى أنه هو تحت صقف وملزم بوقت محدد. ما هي شوء حكومة التوافق أو الوحدة الوطنية أو الاقتلاف الوطنية. هي مجموعة من القوى السياسية المتنافرة التي تتوافق على تشكيل حكومة معين. وكل واحد عنده طلبات ما. ايه طبعا. طيب. ففيه طرف ما. فيه طرف ما. لو ممكن يطلع يقولك أنا بدي هذه الوزارة. وإذا ما عطيتين إياها أنا. لا بعمل حكومة. ما صارت معنا ولو؟ طبعا عملية ابتزاز هذا. كيف ساعتها. كيف ساعتها الرئيس المكلف بده يلتزم بالمهدي. بالمهلي. ما عنده قدرة على التزم بالمهلي. بينهم بحكم. ما بعرف زواجها. بس بيقدر يفتح الطرف الآخر اللي هو بده هذه الوزارة. وبده يعطل الحكومة كرمالة. كمان ما طالبه إلى ما لا نهاية. إذا هو عنده مصلحة به أن تشكل هذه الحكومة. مآخر شي كمانا لما أنت عم تحكي عن عهد. من مصلحة أي عهد أنه تمشي حكومته. وأنه يمشي عهده بالشكل المطلوب. مش ضروري يكون يعرف مصلحته. بتضلش هي مفتوحة. حتى ولو كنا أمام مهلى. مش ضروري طرف سياسي ما يعرف مصلحته. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أعطيك على سبيل المثال. أنا عندي وزارة الطاقة مع إكس من الأطراف السياسية. عم تكي مع الطيال الوطن الحر. من 2008 لغاية الآن. ومصر على استلامة. ليه لأنه شو الفايد؟ لأنه هي حقيبة استراتيجية بحسب ما ينظرون إليها. وبأنه هي هي تعتبر كمان إذا بدك مكتسبات لطائفة محددة. ليه بدو يتم التنازل عنها من دون أي ثمن. مع كل هذا الاحتراق الذي أصاب قطاع الكهرباء وأبقى محتفظ بها. بس بفي رهان اليوم على أنه المرحلة المقبلة لن تكون على شاكلات المراحل الثابقة. بعد عشر سنين. بمعنى اليوم يعني الحرب القائمة على الطاقة والغاز والمفتوى. ما نحنا إذا بدأنا الآن بالحفر لعشر سنين حتى يوصل دولار على الخزين. دعكي عن الحفر اللي حضرتك يحكيت عنه. ولعشر سنين يعني ما بيوصلنا. شائع من حكى بهذا الموضوع أنه لا مش مثل ما. نحن مجرد اليوم ما أنه يتم الإفراج عن الشركات وعن الإعلان أنه لبنان سيبدأ. هيدا لحاله بيعطي إذا بدك يعني الثقة وأنه لبنان دولة نفطية. ويفتح باب الاستثمارات وبيعمل انتعاش اقتصادي. بغض النظر عن المدة الزمنية التي تحتاجها لا تبلش بالإستفراج. ماشي هذا بدون شك رح يكون في إله تأثير. بس هذا كمان بدون شك مرة أخرى. أنه هذا ما بيعني أنه نحن كمان رايحين أو ذاهبون ذهاب صاروخي كمان نحو إعادة لملمة أوضاعنا الإقصادية. حاسألك لوين رايحين؟ في قاعدة أساسية بالاقتصاد. خصوصا بكل دول العالم طالما الاقتصاد في العالم بنسبة 65% منه مدولر. أنه ما بيهبط ما بينزل الدولار اللي جوه إلا إذا يجي دولار من بره. طيب عم يجي دولار من بره هلأ؟ دولار المغتربين؟ لا هذا محدود بأي قطاعات عم بيروح على الفناديق وعلى المطاعم. أوكي. وأصحاب الفناديق والمطاعم عم بيحطوهم بالخزائن. يعني الدولار عم تحول بلا قيمة إلى أوراق. أهمية العملة أن تدخل في سياق الدورة الإقصادية الكاملة. فهو طالما أنه خارج الاقتصاد وخارج الدورة الإقصادية تحول إلى ورق. الإنهيارات الإقتصادية عادة تحصل فيه؟ ما حدث السن الماضي حوالي 5 مليار دولار فات لعنا. صح. ولحظنا بعد انتهاء شهر قاب قفز الدولار القفزة الصاروخية المريعة. والآن نفس الشيء. بس ما بنا ننسى أن القفزة بالدولار عندنا ما عم بيكون أسبابا اقتصادية. أسبابا عم تكون سياسية وفي بعض الأحيان. مختلط. لا مركب. ما هول مشكلة تكون يعني. خرجنا عن القواعد العامة. المألوفة أو المنطقية. خرجنا. بدون شك السياسي إلى دور التهريب ودور التحزين. الحسار القائم اليوم. ردود. القواعد الأساسية التي تدفع نحو ارتفاع الدولار أو هبوط الدولار خرجنا منها. صح القواعد العلمية. صحيح. في عوامل أخرى دخلت على الخط. بس تبقى القواعد الأساسية. هو أنه أنت مش ملاقي خطة لغاية الآن. ما بدي أقول للقروض. مش خطة التعافي اليوم المطروحة أو المطلوبة أو شو؟ هاي دي خطة. هاي شو؟ اسمها خطة الحكومة للتعافي. خطة النهوض الابتصادية. قصيدة الشعر اللي ما فيها لا قافي ولا وزن ولا شيء. ولا معنى. ما في خطة. هي بس اسمها. في اسم إلى. أول شي طيب. إذا بديك تفوتي بهذا الموضوع. اتفقوا على الموازنة؟ لا. طيب. الشي الثاني. كمان من ضمن الخطة الحفاظ. أو دفع الليرة اللبنانية الاستقرار. في مؤشر؟ لا. مش واضح يعني. ما شفنا أي مؤشر للأساقر. أكيد لا. طيب. الشي الثالث. انه كيف محدد الخسائر. اللي هن الدان العام. عارفوا يعملوا توزيع عادل لهذه الخسائر. انه هو ثلاث الأساسية. مش على حساب المواطنة. طيب. واصلح قطاع الكهرباء. اللي هو الرئيس نجيب ميقات. بقول عم يكلفنا 2 مليار دولار بالسنة. هل في خطة بيادة الاتجاج؟ في خطة كهرباء ولو. واينا. مع أقروها. هلأ واينا مبعرف. بس انه مصر في إقران لخطة الكهرباء. وفق أو عليا بالحقومة. ولا شي. ما طلع وزير الطاقة. وقالنا انه أعلن للبنانيين انه طلع. واينا. انه في خطة كهرباء. شوفي من مؤمن يا سيدتي. من مؤتمر سادر. وبالتوقيع. بموضوع مصر. موضوع الأردن. موضوع الأمريكان. هلأ مبارح كان عم بقول الوزير الأكساب مع الاحترام يعني. من فترة كنا قادم نحنا وإياه كمان. انه هو عم بقول الآن انه في عم يصلنا نحنا 40 ألف طن. في يول. عم بيجيب لنا حوالي بين الساعتين ونصف وثلاثة. يوميا. منا نحاول نرفعه. إلى. للمية وخمسين ألف طن. اللي بيجيب لنا عشر ساعات. تسعة. بدنا نحاول. بدنا. بس نوصل لبدنا. يعني عم تقول بدنا بس ما فينا هون. يعني كمان. بمؤتمر سادر. بالألفان وثمنتعاش. بعدان بالورقة الفرنسية. اللي جاب الرئيس ماكرون على بيروت. بواحد أيلول. بعد انفجار بيروت. للزيارة الثانية. كمان اصلاح قطاع الكهرباء. مؤتمر سادر. شروط البنك الدولي. لتمويض الخطة. كمان اصلاح قطاع الكهرباء. الشيء الثاني كمان بالتفاوض مع صندوق النقط الدولي. كمان على رأس الإصلاحات العاجلة والمطلوبة. إصلاح قطاع الكهرباء. السبب. 2 مليار دولار. 2 مليار دولار عم بيكلف خزينة الدولة. ماليغات لان ما في اتفاق حولها. ايه ما قالك. أنا عندي الخطة الإصلاحية كتيار وطني حار. ولكن ما خلوني روح إلى تطبيق هذه وتنفيذ هذه الخطة. أين هي الخطة هذه؟ للكهرباء. هو اصطدم بالعرقيل من خلال يوم أنه الأطراف الآخرين ما خلوه. شو بيقدر يعمل؟ أو على رأس الإصلاحات إصلاح قطاع الكهرباء. شو الخطة اللي قدمه هو أو غيره. حتى ما نقول إنه بس عم نستغيب طرف دون الآخرين. عودونا غالبية الآخرين. شكلوا الهيئة النظمية لقطاع الكهرباء. طيب. وهون تكمل المشكلة كانت. طيب. هون في أكثر من رأيب. فإذا ما في خطة لأصلاح الكهرباء. بدي قول شغلي. يمكن البعض الدايق منها. إنه ما إجت شركة سيمانز بالـ 2018 طرحت. وقتل إجت أنجيلا ميركا اللي عنا. وإجت جنرال أليكتيك الأمريكي. وإجت شركة ميسوبيتشي الياباني. وفي إحدى الشركات الإيطالية. وكله على طريقة البيئة أوتي. كله. يعني الدولة لم تدفع شيء. طيب ما فيه سؤال. إنه معظم هذه القوى السياسية. هل هي مستفيدة من استمرار انقطاع قطاع الكهرباء أو لا؟ نعم مستفيدة. طيب أنا ما بفهم كمواطن لبناني. بس شرح ليها. ما ليش يوم كمواطن لبناني. كيف بيقدر يفهم إنه المسؤول. اللي هو عم بروح ينتخبه وقت الانتخابات. اللي هو عم بوكله إدارة شؤون بلاده يعني. إنه كيف بيقدر يكون مستفيد. إذا هو أخذ حقيبة بالحكومة. وما قدر آخر شيء يوفي بوعوده. كيف يعني؟ العصب الطائفي والمذهبي. تعرف جماعات المصال. يعني لما نصل إلى عتمة شاملة. نستطيع أن نحتفل بانتصار. إنه إحنا قدرنا ناخد حقيبة هون أو هونيك يا أستاذ. وللأسف هذا نعم. يعني دائما الشغل على المثل العليا. وعلى الرفع المعنويات. وعلى الكرامات اللي ما إلى أي مصادق على المعنويات. بعد في معنويات تقدر ترفعه. بالأخير كرامة الإنسان متعلقة بطريقة عيشه. وبلقمة الخبز. عندما تسحب منه يعني هذين العنصرين. عن أي كرامة تتحدث. للأسف. بس هوني بدي أقول الشغل بدي أرجع لقطاع الكهرباء. أنت تعرف الكثير من الشركات. أو معظم هذه الشركات. هي عائدة لمجموعة من المحتكرين. اللي عندهم التصاق بقوة سياسية معينة. أي كمان. نفوت على نفس الدوامي بنرجع. صحيح. لذلك أنا وقتل بدي أروح صلح قطاع الكهرباء. يعني أنا. عم بخسر. يعني أنا وقتل فاتورة الفيول. خليني قدرها بحوالي 800 مليون دولار بالسنة. هات 800 مليون دولار. فمعنى ذلك أن هذه الكرتلات عم تخسرن لهات 800. يعني بلني عم بحمي هذه الكرتلات. أنا آخر شيء. أنا ضمن مافيا عايشي. أنا أيضا اللي بقدر تفهمه من اللي حضرتك عم بتقوله. طبعا. الأمر ذاته ينطبق أيضا على القطاعات الأخرى. فإذا في العديد من القوى السياسية. مش من مصلحة حتى تصلح قطاع الكهرباء. يعني بمعنى غير. خليني أقول مباشرة. عم بتقول حضرتك أنه هذا التمسك بهذه الوزارة. هو هدفه بالشكل الأساسي. حماية الكرتلات. حماية الكرتلات. حماية الكرتلات. لأنه هذا يعود عليه بمنافع شخصية. نعم. بغض النظر أنه لبنان بعتم شام للمواطن. وبصرف النظر مع مين. وأنه الكهرباء. طبعا. مثل أدوية. مثل 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 إلى أخير. تذكر قول الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كان وقته سؤل عن موضوع الكهرباء. وقال الكهرباء يعني استقرار. طبعا. قديش اليوم إذا بدك يعني. طبعا. استقرار واستثمار. طبعا. هل مطلوب للبنان أن يكون اليوم بلد مستقر؟ نعم أم لا. وفي قرار بعدم إنارة وإضاءة لبنان. لأنه هذا يخدم في شيء مشاريع أخرى؟ أنا لا أذهب دائما إلى تعليق الشماعات. إلى الخارج واعتباره الشماعات. بعيدا عن نظرية المؤامرة. إذا الخارج موجود. فإننا نحن مشكلة إيه؟ بدي إرجع بدي إرجع بدي إرجع لجوة. لجوة. إنه خليني يعتبر إنه الخارج هو يستثمر في أوجعنا وفي أمراضنا وفي إنهياراتنا. أوكي. مش يسبب أوقات في بعض الأحيان؟ لا مش يسبب. ليه؟ السبب داخل. بس لما عمل عليك حصار هذا الخارج اقتصادي بالشكل اللي عمله بلش معك. لما قاله شينكر طلع وقال بشكل واضح إنه حتى دفع باتجاه إذا بدك التصنيف. مين عم بنفذ؟ إيه في أدوات داخلية عم بنفذ. طيب يعني بنعود بنرجع للداخل. طيب. بس يعني الخارج كمان يدفع بهذا الاتجاه. بنعود بنرجع للداخل. يعني المشكلة تكمن فينا. طبعا. طبعا. تفترض اليوم؟ أنه تماما مثل الذي يعني إذا نادى المنادي لأحدهم. أنه أنت انتحر عن صخرة الروشي. ورح هو انتحر عن صخرة الروشي. طبعا أنا بدي افترض معك استاذ توفيق اليوم أنه صار في قرار داخلي بأنه نحنا بدنا نجيب الكهرباء بعيدا عن كل المرحلة السابقة. اليوم منقدر نحنا نوصل من ناخد من الأردن وناخد من مصر. ونحنا في عقوبات قيصر في ظل الواقع القائم والمفروض. طالما أنه مصر عم بتقلك أنه أنا بدني توفيق مكتوب. أولا بدك تعمل خطة إصلاح الكهرباء. حتى الغاز المصري وحتى الكهرباء الأردنية. ما فيه تمويل بده يجرأ له. يفصل بالبنك الدولي اللي هو يمولي. كمان البنك الدولي عم بيقلك وين خطة الكهرباء عندك. مش موجودة. طلع وزير الطاقة وقالنا أن البنك الدولي يتعرض لضغط أمريكي كمان. طلع وقال أنه نحنا ببنوعين. عم يرفع المسئولية عنه. عم بيغطي على شيء آخر. يعني كل هذا لا يقنعك كمراحب اليوم. إطلاقا. طلع ثلاث مسيرات على حق الكهرباء. هلأ بدي أسألك عنه. طلع شو عملت إسرائيل؟ شو عملت إسرائيل؟ ولا شيء. بس اليوم عن كتاب تسكر تقدم دعوة علينا بمجلس الأمن الدولي. وقت نجد أنفسنا ونتخذ قرار. الخارج لا يستطيع أن يفعل معك شيئا على الأطلاق. أكثر من الحرب. فيه مرأة حرب تموز. نعيش بذكرها. كل العالم اجتمع عليك. شو عمل ماشي؟ إنه رحلنا ألف ومتين شهيد ماشي. تدمرت يعني ألو في المنازل. بس التعطي تتعمرت. ما فيه. مشكلة هنا في الداخل. في هذا العقل الذي دائما يبحث عن غنائم على حساب الناس. ودائما على المقابر. حتى لو يقطعت من المقابر هو مستعد أن يستمر في السياسي. يعني عم تقول مفهوم الغنيم اليوم هو الذي يحول دون تشكيل الحكومة. طبعا. مثل ما حضرتك عم بتقول. هذه الشروط والشروط المقابلة. بس عم تقول حضرتك أنه بهذه المعادلة القائمة. أو خلينا نقول بالصورة القائمة اليوم. رئيس الحكومة أو رئيس المكلف هو يمتلك أوراق القوة. نعم. يعني هون كأنه الدفة رايحة لصالهم. لأنه نحن في نهاية العهد وهو في بداية هذه الحكومة اللي حضرتك عم تحكي عنها. وعم تقول لا شيء بالدستور يمنع أنه تروح صلاحيات في حال يعني. طبعا. وصلنا إلى نهاية الولاية. أنه تستلمع حكومة تصريف أعمال بهذا المعنى. وحضرتك عم بتقول أنه وزارة الطاقة. وكل معظم مشكلات اللي عم يعنيها لبنان اليوم. لأنه في عناصر داخلية أفسحت المجال أمام هذا الخارج للاستثمار. هيدا اللي خلينا نروح إلى هذا الواقع. نعم. والتمسق بوزارة الطاقة. مش لا نروح إلى بطولات بالإدارة والإدارة. يا سيدتي في حدث تلم وزارة الطاقة خمسة عشر سنة. نهار القطاع. أنا بحق لي حاسبه. بحق لي قلو باي. بحق لي. مش بس باي كمان. بحق لي. طيب بس هم ما بدو. أوكي. طيب فإذا هذه هي الأزمة. عم بقلك. بحال أنا بدي أعطيك. هذه هي الأزمة. عم بقلك. أنا بحال بدي أعطيك وزارة الطاقة. بدك تعطيني وزارة الميلية. عم بقلك إياها بشكل واضح. بدي مدورة أنا. أنا لابدى تكون محصورة بحقائب محددة. هونو منرجع. هو قيل بأنه رئيس نجيب ميقاطي سؤل يعني حول هذا الموضوع. قال له ما بدي أفتح مشكل. بس هو من بقول يعني. يعني من بقول أنه يعني أنه هي حتوقف عند المطالبة بوزارة الميلية. بالنسبة للي. يعني. دائما في عندك الداخلية وفي عندك العدل. يعني لن تبقى محصورة بهذه الحقيبة تحديدا. من هون رئيس ميقاطي قال له ما بدي أفتح مشكل. أنا عارف أنه ستمتد. طبعا. ولن تبقى محصورة. هذا الكلام يعني أنا سمعته من مصادر مقربة جدا. ونشر مصادر مقربة جدا من الرئيس نجيب ميقاطي. طب شو الخيارات اليوم المتاحة. إذا بدك المتاحة. فيها لآخر المعارك. إيه بس هو الخيارات المتاحة أمام العهد وأمام متى الوطن الحر. طالما أنه نحن عم نقوم بنهاية العهد. يعني أنا برأيي إذا الآن ممكن نكون أمام يعني معارك طواحين. وكلها في الكلمة مين معنا؟ يعني استخالة وزراء الطيار. والبقاء بالقاس الجمهوري. بس أنا شو بكون عم بعمل. كون يعني رحت على الرمق. على الرمق. طبعا. بس بحسب شو. بس ما أنت أخي شي بدك تستند على إذا بدك قاعدة. لتروح إلى مثل هذا السلوء. أنه بلشنا شوية بالفلسفة كمان نقرب شوية دائما. يعني مثل ما بقوله بالفلسفة المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. إلى نتائج خاطئة. طب هلأ في معركة تخاض. بس مين بقوله أنه هذه المعركة أنه ممكن يكسبها الطرف الذي يعني كل هممه وكل صيوفه وكل دباباته وبياناته فات فيها بهذه المعركة. من بقوله أنه بيربحها. طب ليه ما بتروح إلى الطرف الآخر المعني بتفليف الحكومة اللي هو الرئيس مقاتي. أنا مش شايد تعايد. ليه ما بقدم طعم استسهيلات لتشكيل هذه الحكومة. طالما أنه الطموح السياسي هو طموح مشروع بالعمل السياسي. طب كمان بنهاية عهد. وتيار رجا خاض انتخابات على الرغم من كل الحملات التي شنات ضده. والعواصف اللي خلينا نقول شي هدا. رجا هو قدر يكرس حاله الحالة الأولى بالشارع المسيحي. أولى. الأخر شي هو من حقه كمان أنه يأمن استمراريه لمبعد عهد ميشيل عوندا. بالقتال وبتعطيل الدولة وبشايل الدولة. بعدنا عم نحكي عن رجال الدولة. بس ليه التعطيل عم بتحطه أنت عم تحصه عن هذا الطرف وليس عند الطرف الآخر. للأول شي في خارق للدستور حكينا فيه. وصيرنا حكيين فوق العشر مواد. هذه الوحدي. واثنين أنه أنا مصر على وزارة الطاقة. ووزارة الطاقة هي أصل البلاء بالبلد. هلأ هي وزارة الطاقة؟ يعني طلع كلام هيك. بس هن اللي يعني بتصور الشيء الأساسي العدل والداخلية. العدل والداخلية. وإذا قيشت الخارجية كمان. هلأ إذا بدوا يستلمها للخارجية بصور الوزير جبران باسيل مع العقوبات المفروضة عليه. بتكون حركته محدودة. هلنه قد. ما هو مش اللي كفر هذه العقوبات. قد يسلم هذه الحقيبة لغيره أو قد يحملها لغيره صحية. بس إنه مطروح يعني مطروحة وزارة الخارجية ومطروحة وزارة الداخلية ومطروحة وزارة العدل ومطروحة وزارة الطاقة. ومطروحة وزارة الشؤون الاجتماعية. ما ضال الشيء. ما ضال الشيء. إيه بس استيستوفيك كمان رئيس ميقاطي عندما سؤل عن موضوع الحكومة. يعني هو بتهكم إذا بدك أجاب أنه هيك بطريقة فيها المزاحة. يعني عم قول لي في حكومة. يعني كأنه هو يكلف وغير يعني كيف تقول ما كان فيه أو عنده معطيات تقول بأنه ما في حكومة. ورايح إلى. على أي حال يعني هذا التوقع أو هذا التقدير منذ ما قبل الانتخاب. صحيح. منذ قبل الانتخابات. طيب هذا يدل على ماذا. والشيء الراجح كان أنه بعد الانتخابات النيابية سوف يكون هناك صعوبة. بتشكيل الحكومة. وصعوبة أكبر. بإستحقاق رئاسي. أحسنتي. فمن هون الكلام اللي كان عم بقوله رئيس نجيب ميقاطي. يعبر. كان عم بيعبر عن الحال العامي. عن المناخ العامي. أو المناخ العامي اللي سأت في البلد. حتى كأنه قال أنه توقع فراغ رئاسي ولكن قد لا يطول. يعني مش على ظرار الفراغات اللي شفناها سابقا. صحي صحي صحي. وهي على كل المعركة بين الطرفين بلشت قبل الانتخابات. بس ليه انفجرت بهذه الطريقة. يعني شفنا كأنه كيف نوع من مساكنة. لأنه في الفريق الرئاسي. بده يؤمن طريق الاستمرار لمرحلة ممعد الانتخابات. ويكون نافذا كما كان في بداية العهد. يعني نحن أمام نجيب ميقاطي آخر بعد هذه الحكومة اللي قطعت بهذه الحكومة. أصلا. بمعنى أنه بعيدا عن تدوير الزوايا. أو لا حيكون أكثر أكثر صلابا. يعني الطيار الوطن الحر منذ ما قبل الانتخابات. الوزيج بران باسيل. قال بأنه نحن لن نسمي رئيس نجيب ميقاطي. صحي. وقال يمكن مش هنعطيه ثقة حتى لو إيجا. وخلال مقابلة شهيرة يعني مع الرئيس نجيب ميقاطي على تلفزيون لبنان. كمان يعني عندما شن هجوم على طريقته يعني على الطيار. عندما قال حرفيا بأنه قطاع الطاقة أو ذات الطاقة. عم تكلفنا 2 مليار دولار بالسنة. يعني هذا كلام رئيسي الحكومي. وكمان بحسب ما نقل عنه أن اليوم يتعاطى معهم أنه طالما أنتوا ما سميتوا مقاطعين. أنه أنتوا ما قالكم حق اليوم. طبعا. وقال أنه ما بدوا يشارك بالحكومي وعم بيقاتل مأجل المشاركة. كمان أنه هذه من المفارقات في الحياة السياسية. طب هذه المفارقات كلها منوصل إلى الاستحقاق الرئاسي. فيما لو اليوم كيف يحضوظ لانتخابات رئاسية. ومن اليوم يمتلك هذه الحضوظ؟ في اسم رئيس جمهوري. يعني هذا سؤال يمكن المطروح اليوم من هو رئيس المقبل لجمهورية لبنان. يعني هلأ تعرف في مجموعة كبيرة من المراشحين. بالزمان حمد الفرنجية نام رئيس جمهوري. صحيح. طلعت أن يوم سيد كميل شمعوم. الأمر ذاته أيضا وقت الإجار الرئيس سليمان فرنجية. بسنة 1970 يعني. هلأ طبعا فيها أسماء بارزة. هلأ كثير يتردد كمان على أسماء الرئيس. يعني في قائد الجيش في الوزير السابق. كمان سليمان فرنجية. يتردد هيك الاسم بشكل كبير. وبعتقد أنه الاجتماع الذي حدث في النخلوق. بين الوزير جبران باسيل. وبان النائف فرد الخازق. هيدا مقدمة؟ أكيد طبعا. وعملية بحث. في كلام من مصادر الطرفين. تقول بأن هذا قد يمهد إلى لقاء قدمة. بين السليمان فرنجية وبان جبران باسيل. يعني إذا بدك أشبه بتسوية رئاسية ما. لكن بدون أن يكون طرفها هذه المرة الرئيس سعد الحريري. يكون طرفها الآن جبران باسيل وسلمان فرنجية. ما الذي يجعل اليوم جبران باسيل يقبل بأن يعني يساهم بانتخابات رئيس. خلينا نقول. إلا أنه يعني. طبعا أول شيء وصول الدكتور سامير جعجع إلى رئاسة الجمهورية أمر مستحيل. ليه؟ طالما هو هلأ عم بيقلك أنه أنا بدي روح. ما بدي كرر الخطأ اللي صار بمجلس النواب وعم يدعي المعارضة للتوحد. ولا يروح يكون عندهم مرشح تغييري. الناخب ممكن يكون ناخب كبير نعم. بس أنه وصوله إلى رئاسة الجمهورية بتصور أنه أمر. ما الذي يحوزون هذا الأمر؟ أنا بيقلك أنه حزب الله لا يقبل. الحركة أمل لا تقبل. الحزب التقدم الإشراقي لا يقبل. تيار الوطن الحر لا يقبل. لا يقبل الحزب التقدم الإشراقي؟ لا. ما شفنا نوع من تشاهمات بياناتهم. انتخابي. انتخابي مش. وتحالفات صحيح. لا تحالفات انتخابية. بالانتخابات يعني تختلف عن التحالفات السياسية؟ بالبنان معروف يعني أن التحالف الانتخابي لا ينم عن تحالف سياسي. طب بس اليوم ما في أكترية. وهذا الأمر ينطبق على فكرة يعني أن العلاقات القوات اللبنانية مع التحالف السياسية اللبنانية اللي هي علاقات محطمة ما تنطبق أيضا على الوزير جبران باسيل. ومعظم علاقاته محطمة مع القوات. طبعا. ما هي عمير جاي يفتح هذه العلاقات؟ مع مين؟ طالما أنه اللقاء. صار في الإفطار الشهير برمضان. بسهول على قاعد التسليم. على قاعد التسليم. على اللي عم قوله التالي. أنه هو مدرك تماما بأنه وصوله إلى رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة. كمان أنه ليس فقط صعبا المستحيل. لسبب أنه علاقاته محطمة مع الأطراف السياسية في لبنان. لذلك هو عم بحاول يكون ناخب أساسي. وبالتالي تسليم للوزير السابق ثمانة فرنجية. ويعملوا نوع من التوافق منذ الآن على العهد المقبل. بسهول على قاعد كل الاتهامات التي سيقت ضده طيلة الفترة الماضية. بمعنى أنه دائما كان يتهمه منذ بداية عهد رئيس ميشيل عون. بأنه يسعى لرئاسة الجمهورية. بالوقت اللي حضوظه لم تكن متوافرة. اليوم في إقرار بنهاية هذا العهد. بأنه أقر بشو اللي اختلف من بداية العهد لنهايته. لحتى يقول أنه اليوم حضوظه معدمة. بالوقت اللي كان شايفه أكتر. يعني في بداية هذا العهد. ست سنوات الماضية من 2016 لغاية الآن الخطاب السياسي للوزير جبران باسيل. يعني كان خطاب صدامي. وكان خطاب نزاعي مع العديد من القوى السياسية. حتى الذين أبرم معهم التسوية الرئاسية. اللي هو الرئيس سعد الحريري. وحتى أيضا التفاهم الذي عمره قادل. هو تفاهم معراض. مع قوات لبنانيا. كمان سقط وأجهد. وبالتالي أنه يعني بقي إذا بدك مش حليف كامل. حزب الله كمان مش حليف كامل. منه حليف كامل؟ على رغم كل ما جرى؟ في قصف دائم. لا ما في قصف دائم. بس ما رجع التراجع. ماشي في ترميم للعلاقة في عدم تخلي. حدة القصف رجع التراجع. لا لا في عدم. ماشي في عدم تخلي. إذا بدك يعني عن مجموعة التراكمات الإيجابية. بين الطرفين منذ 2006 يعني منذ. وثيقة تفاهم مرم خير. منذ تفاهم مرم خير بالأبل 2006. أنه حزب الله حريص عليك كمان. تاني الوطن الحرب يدرك تماما. أنه علاقتي بحزب الله كثبته 7-8 نواب كمان. يعني الاتخابات الأخيرة كانت خير مثال. على الرغم أن بعض. أكيد. فإذا في مصلحة للطرفين باستمرار هذا التفاهم. ولكن بدون شك أن هذا التفاهم ليس بنفس الوهج. وليس بنفس التوقّد الذي كان في العام 2006. يعني اليوم إذا بدك مرشح حزب الله في المرحلة المقبلة. من سيكون سليمان فرنجية بهذا المعنى؟ أعتقد أقرب نعم. أقرب. أنت تعرفين أنه بالألفان وستة. بالألفان وستة عش يعني. وقبل يعني هو حزب الله. يعني كان كمان أنه مرشح حزب الله سليمان فرنجية. راح لعند الرئيس عون للأسراب التي كلنا نعرفها. بس بتصور أنا أنه في كلام بالغرف المغلقة. أنه تقول بأنه مثل ما انتظر الوزير سليمان فرنجية ست سنوات. على الرأي. على جبران باسيل أن ينتظر ست سنوات. بس برأيك اليوم يعني قد نكون كمان أمام اسم توافقي. بحسب شروط البترك الراعي اللي سمعناها أولة مبارح. وبالتالي قد نكون أمام شخصية. سليمان فرنجية توافقي. يعني يقبل به الجميع في الداخل وفي الخارج. يعني الوزير الفرنجية يعني كمان شوف العائلات السياسية بلبنان حقيقة. كمان يعني تدرك موازين القوى. يعني إذا بتعمل مقارنة بين العائلات السياسية وبين الكثير من القوى السياسية التي يعني اجت بعدها. لا هذه العائلات السياسية تدرك بدقة كيفية توازنات البلد وكيفية المشي بين حقول الألغام. أعتقد حتى يعني خصومه لسليمان فرنجية ما بيكون في عندهم حدية بالذهاب إلى الحرب معه مثل مع جبران باسيل. يعني خيار المرشح الوسطي. لأنه خطابه مش حد. لأنه أفكاد مرشح. حتى علاقاته الخارجية غير محطمة يعني حتى مع دول القليج. بس كمان هو يحسب أكثر إذا كربا إذا بدك من محور سوريا إيران أكثر منه من المحور الآخر. يعني علاقات الفرنجية تقليدية بسوريا. يعني من حميدة فرنجية إلى سلمانة فرنجية. ووصولا إلى تقليده. ووصل للرئيس سلمانة فرنجية في 1170. وكانت علاقاته إنتازة مع مملكة العربية السعودية. يعني عم تقول أنت كل المواصفات موجودة. يعني بتصور. 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 قالوا أنت وقت مثلا الرئيس بري من مؤيدي. حزب الله من مؤيدي. الرئيس سعد الحريري من مؤيدي. جملات. كمان من مؤيدي. وإذا كمان بيروحوا نحو تفاهم بتالي الوطن الحر مع 8 فرنجية. يعني أعلى بالصور بتكون نضجة الأمور يعني. أن الموقف للقوات بيقول أنه ما بنا نعيد أي تجربة خارج ثوابتنا. وسنبدل كل جهدنا لمنع وصول رئيس من غير مبادئ سيادية. ماشي. إجماعي. إجماعي. يعني الكتل النيابية للأطراف السياسية التي عددتها قبل قليل. هم برأيك يعني عندك التي الوطن الحر. واللقاء الديمقراطي أو الحزب التقادم الاشتراكي. هن هدول بيلعبوا الدور الأبرز. بيعني تحديد المسار والاتجاه بهذه الاتخابات. أصلا يعني أنه سيد وليد جنبلات كان من محبزي وصول إسلاماني فرنجي. في المرة السابقة. في المرة السابقة في المرة السابقة في العام 2016. فينفوت إلى المسايرات وكريش وما هو منتظر مباشرة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا. ناصر المحوى الأخير في هذا الحوار مع صحافي والمحلل السياسي الأستاذ تفيق شومين. استيس تفيق فيما يتعلق بمسايرات المقاومة وردت فعل الإسرائيلي. ماذا عن عودة هوكشتاين المرتقبة بالوقت الذي كل الحديث كان يقول أنه ذهب. وقد يبلغ سفيرة الأمريكية بالرد الإسرائيلي. واليوم هناك خبر بأن إسرائيل تراجعت عن تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن. ولكن بطلب أمريكي هذه المرة. وبحسب الأخبار ملف ترسيم الحدود يتفاعل في ضوء عمليات المسايرات لأطلقتها المقاومة فوق حك الكريش. وعلمت الأخبار بأن إسرائيل كانت تدرس إمكانية تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن. ردا على المسيرات ولكنها عدلت عن فكرة بطلب أمريكي بعد أن نجح الضغوطات السفيرة الأمريكية على رئيس الحكومة اللبنانية. لإطلاق موقف يتنصل من المسئولية في بيان رسمي ولعدم التأثير على زيارة رئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. يعني ممكن يرفعوا الأسائليين دعوة. أنه اللبنان اخترق مجاله. استحت عنوان شو؟ مجال شو؟ أنه اللبنان اخترق مجاله هم مجاله بس ما نحن كنا عم يخترقه. مجاله لهم وهن محتلين. بس ما كل يوم هن عم يختروا. بالآخر شيء يعني صحيح أنهم محتلين بس أنه بالآخر عندهم مقعد بالأمم المتحدة يعني. بس الشيء الذي يمكن أن يقال هنا. أنا باعتقد أنه المسيرات دفعت عملية التفاوض إلى الأمام. حركته بهذا الاتجاه؟ طبعا إلى الأمام وهلأ هو على كل النحوكيشتين جاي مع الرئيس بايدن على المنطقة. وهذا مجرد وصوله على المنطقة يعني معنى ذلك أنه الملف ترسم الحدود وملف المنطقة الاقتصادية الخالصة بده يكون موجود. رغم أنه زيارة يعني إذا بدك المحور الأساسي لزيارة جو بايدن إلى المنطقة مش إسرائيل هي المملكة العربية السعودية. لتأمين مصادر طاقة؟ بالضبط لأنه في أزمة بالإصادة العالمي الآن نتيجة شح الغاز والنفط الروسيين عم بيحاولوا يفتشوا. ومبارح بعد إيقاف كمانا في خط الغاز. كل العالم عم بيعاني منهم بما فيهم روسية. بالأخير نعم. بس مصدر الأساسي. بس أنت كمان وقت الاقتصاد الروسي قائم على 52% من صادرات النفط والغاز. وتنخفز هذه النسبة يعني كمان يدرب الإصاد الروسي. طبعا. بالحرب الكل خاسر. يعني في تدعيات على الجميع. طبعا بالحرب الكل خاسر. طيب. فيما يتعلق بهذا الملف. طائرات المسيرة عدت ورقة قوة للبنان. وأنا منذ البداية وكتبت عن قوة المفاوض اللبناني. صحيح. منذ انطلقت عملية التفاوض ما في عنا كان أوراق قوة شي. فإذا كان الإسرائيلي وفي ظهره أيضا الأمريكي عم تعطى معيك من موقع استضعاف مطلق. وهذا اللي عبر عنه يمكن المقابلة. استضعاف مطلق. بس ليه كتبت مصر تنسف حفار السويس هل يقتدي لبنان؟ لأنه كانت عام أشر إلى مسألة إنه إذا لبنان إذا الدبلوماسية اللبنانية لم تساندها ورقة قوة أو عامل قوة مثل ما عملت مصر بسنة 1970 تقريبا ممكن النفط والغاز اللبنانيين أيضا يعني تصادره مع إسرائيل. بس أنت بتعتبر إنه لبنان أخذ هذه الورقة اعتمد أو استند على هذه الورقة خصوصا بعد صدور البيان الشهير لوزير الخارجي ورئيس الحكومة بالوقت اللي كأنه تنصل من هذه المسؤولية ويعني كان ناقص يقول له بعد شوي أنه ماشي بس خلينا نشوف الإسرائيلي كيف نظر لا إلا الإسرائيلي بقول إنه هذه المسيرات رسمت معادلة وبالتالي أصبحت إسرائيل أمام اختراقات اليوم في مقال بيدعوت أحرونوت. مبارح كان في مقال بإسرائيل اليوم وكل يوم تقريبا أنه معنا زي يعني في نقطة تقاطع بين معظم هذه المقالات أربع أو خمس مقالات أي حدا في يرجع لها بتقول إنه يعني نحنا في تحول من لبنان باتجاه إسرائيل في اشتياح دائم أو تعرض دائم للأجواء الإسرائيلية هذي أول مرة نعم هذي أول مرة بتحدث شي الثاني شي الثاني إنه خلينا نسلم إنه حق الكريش للإسرائيليين هم يقولون ذلك وحق القانا عقل قانا لأمان طيب بس في 300 كم بدون إياه إن آخر شيئا حتى أنا وصلت إذا بدك خط هون يمكن بالبلوك 8 كان معنا الأستاذ زياد ناصر دين وشرح هذا الموضوع للخط اللي بده يمرق يعني فيما يتعلق بحوض المتوسط هو لأنه الإسرائيلي بعد ما يعني وهذا كانت إذا بدك يعني نوع من التفاوض الخاطئ عندما طلع البعض بلبنان وقال يعني عالنا إن إحنا تخلينا على الخط 29 وهذا كان خط مناورة وخطنا الرئيسي هو أو حدودنا البحرية خط 29 يعني أنا عم تقصد رئيس الجمهورية لما قال أنه هو خط الخاطئ ما حدا بفاوض هكذا يعني بالعلن ويقول أنا تخليت عن عامل القوة الذي لا إليه طيب بدي أرجع الإسرائيلي هلأ هو بعد ما ضمن للأسف بعد ما ضمن حق الكاريش عم بيحاولوا يفاوض على خط متعرج لهو النقطة 23 شو بيقدر ياخد من هذه النقطة؟ هون أنا برأيي تجي مسألة المسيرات لدعم الموقف اللبناني كيف يعني أنه حتى لبلوك رقم 8 اللي هو ضمن الخط 23 لا أنه بده يكون أنه يفترض هكذا يعني المفاوض اللبناني بده يعيد كل النظر بخطة التفاوض التي كانت مطروحة سابقا ووفقا للمعطيات الجديدة أنه حق القانا بتعرجاته على الشمال وعلى اليمين اللي بتضم 300 كيلومتر لحضرتك إليه أولي من ضمن طب هاي المعادلة اللي قال عنا كمان الوزير جبران باسيل أنه حق القانا مقابل حق الكاريش بهيدا المعنى طب بس هاي في بوادت هيدا اللي حيسمع هوكشتاين بزيارته المقبلة طبا يفترض هكذا يفترض هكذا بس يفترض أيضا أن يستمر الموقف اللبناني موحدا ما بعرف قديش يمكن أن يستمر هذا الموقف موحدا بعد البيان الصادر الإسفائليين فوجئوا بمسألتين المسألة المسألة الأولى توحد الموقف اللبناني والمسألة الثانية هي الطائرات المسيرة طيب أنت صار في عندك عاملاء قوة بدك يستمر فيهم بقى موحد الموقف اللبناني بعد المسيرات يفترض هكذا لا لا السؤال هو بعد المسيرات والبيان البيان ما قاله يعني بس لا قيمة له بس هو كان حبر على ورق لأكثر ولا أقل يعني ما بدي أقول حبل حبر على ورق بس أنه هو يعني رسائل الخارج خطأ كان مثل ما صار فيه خطأ وقت صارت الحرب وقت اشتاحت روسيا أوكرانيا يعني دائما نفس القصة وطيعنا وضيعنا يعني طلعنا البيان يعني كتير عجلنا في حين أنه الدول أكثر يعني دول الخليج اللي هي أكثر حتى إسرائيل نفسها يعني حتى إسرائيل نفسها ضلت واقفة تقريبا في منطقة في منطقة رمضية نحن استعجلنا وأصلا مش مطلوب منك هل قد تكون مقاومة في الجبهة الأمامية يعني يعني مع المعلومة يريد بتكون مقاومة في الجبهة الأمامية لا بأوكرانيا لا لا أنا عم بحكي بالأمور الوطنية يعني فالموضوع أنا بأعتقد أنه إذا استمر الموقف اللبناني موحدا ويجب أن يستمر هذا عامل قوة بلبنان وأنا أعتقد كل عملية التفاوض في المرحلة المقبلي دائما الإسرائيلي بده يأخذ بعان الاعتبار الطائرة المسيرات اليوم إسرائيل تتحدث عن هذه المسيرات وسائل الإعلامة بتعتبر بأنه على تل أبيب تقديم الشكوى وتجميد الوساطة مع لبنان ومواصلة الاستعدادات لإنتاج الغاز هي تعتبر بأنه أي استسلام لمطالب لبنان سيؤدي إلى مزيد من الابتزاز من حزب الله يعني أنا بتصور هم يدركون تماما يعني أنه رغم كل أحوالنا الصعبة ورغم ورقة القوة اللي تمثلت بطائرات المسيرة مش عم بيطالب لبنان يعني مش عم بيكون كتير طموح يعني مش عم بيطالب التسعة وعشرين مثل ما عم بتقول مثلا مش عم بيكون طموح هل هو تخلى لبنان عم التسعة وعشرين ولا كيف طبعا طبعا لبنان الرسمي طبعا وأغلقنا الباب طلع الرئيس عود بس هون قدمنا التنازل من دوم مقابل أنا برأيي هكذا بدون مقابل طبعا بدون مقابل ولا مقابل الوصول على قانا مقابل لا ما هو قانا بالأصل لا إلك بالأصل لا إلك أصلا حد حدودك يعني طب ليه ليس كتت المقاومة عن هذا الموضوع يعني ما بتصور ما بده نفوته باشتباك يعني بس أنه بتصور خطأ لا ما بعرف شو صار بس هو فيه التصريحين يعني واحد لرئيس الجمهورية بـ 12-2 12-شباط 2022 بيجريت الأخبار وقال شيئنا وأيضا الوزير عبدالله أبو حبيبي بجريت الجمهورية بـ 18-2 يعني بعد ستيين أنه نحنا ما ناكل عناب ما بنا نقتل النطور وبالتالي نحنا خطنا حدودنا البحرية هي الخط 13 أنا برأيي هذا كان خاطئا هذا كان خاطئا أنه أنت إذا قاعد على قاوة المفاوضات ما بتكشرك اللي أوراقك شو كنا عم نقدم أوراق اعتماد لهذا الخارج أو لا إذا بدك نوع من شو يعني فيه شيء طبعا إذا بدنا نقراها بالسياسة فيها نقراها وفق منظورين المنظور الأول ما فيه مراس بعملية التفاوض فيه نوع من الليون فينا نكون ليمين مع مفاوض صوت ما بدي أقول شيء آخر ما بدي أقول شيء آخر يعني حتى لا يفهم كلامي على غير محملة بس ما كنا شاطرين بالتفاوض ليوني لنا نحن لا نمتلك أوراق قوة اسمحيلي فيها حتى ما أقول شيء آخر حتى ما أقول شيء آخر ما فيه مراس فيه ليوني والشيء الثاني اللي بظنه أنا أيضا أنه التمسك بحق الكريش من منطلق القوة ومن منطلق الدبلوماسية التي تحميها القوة هو اللذيس يؤدي على الأقل إلى أن يأخذ لبنان شيئا من حقوقه البحرية وأما إذا انقسم الموقف اللبناني مرة ثانية على الطريقة التي عبر عنها الرئيس نجيب نيقاطي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ما كماني هون أنا ما فيه استبعد موقف القص الجمهوري من البيانة ما قالك أنه كان منزعج رئيس الجمهوري وأنه ما يحطوا بهذا الجاوية استيستو فيه وأنه كان خارج سياء هذا البيان يعني هذا اللي اسم معناه هو يمثل مين بالحكومة رئيس الجمهورية ينتخذ موقفا من هذا النوع بس ما بياخد آخر شيء قرار بالتوافق مع رئيس الميقاطي إذا مش فخامة الرئيس اللذين حول فخامة الرئيس تحت ضغط معين مثل مقالة السفيرة الأمريكية يعني من قال أنه صار بضغط ماجه حتى بالسياسي لا نستطيع أن نقرأ البيانة الثنائية الصادر عن رئيس الحكومة وعن وزير الخارجي بمعزل عن توافق أو على الأقل غد النظر من الفريق الرئيس في جو اليوم يبدأ يتسرب أنه قبل وصول المفد الأمريكي في جو عم يتحدث أنه ملف ترسيم الحضون تقل إلى مرحلة جديدة متقدمة إذ أن هناك أجواء تتحدث عن عدم ممانعة العدو الإسرائيلي حصول لبنان على حق القانة كاملا من دون تعويض مالي بعد المعلومات المتداولة عن مسعى أمريكي بهذا الصدد مشيرة إلى أن النقاش يدور حاليا بشأن مساحة مائية تعويضية مقابل التنازل عن كامل الحقل أن هذه المساحة تتعلق بترسيم الخطوط وهو ما يتطلب قطر متعارجا يعطي العدو الإسرائيلي بقعة بحرية بعد ضم الحقل إلى الجزء الخاص وهي أشواء غير مؤمنة يمشي فيها لبنان؟ لا أكيد لا حتى هني كانوا يطلبوا الإسرائيليين أيضا أنه حتى إذا تخلوا يعني عن مساحة معينة بالبلوغ رقم 8 أنه لبنان بيدفع تعويض لأيرون وحتى فيه فكرة أخرى يعني طبعا أعيد إنتاجها أو ترويجها إلى بأتة من مرة أنه بيبقى منطقة صغيرة متنازعة عليها تجي إحدى الشركات اللي ممكن تكون إماراتية أو غير إماراتية أو قطرية حتى أو مثلا بتم الاتفاق عليها تستخرج أو تستخرج من هذه البقعة المحدودة الطاقة كان نفط أو غاز وتقسم نسبيا بين الطرفين طبعا هذا اللي بديه الفضة هو رفض من المطلع أنه هذا بيؤدي إلى تطبيع اقتصادي مع العدو نحن ما في أي شكل مشكلة بالمجمل أنا برأيي أنه على الأقل إذا أخذت كلام إلياس أبو الصعب وإذا أخذت كلام بالتدرجة عم نحكي وإذا أخذ كمان كلام وزير الخارجية وأخيرا كلام رئيس الجمهورية أنه فيه أجواء إيجابية يفترض أن تنظهر في أيلول المقبل هلأ بانتظار التفاصيل بانتظار التفاصيل ليش أنه ممكن يوقف عنده كمان هذا وقت حين يقال بأيلول المقبل لأنه فيه كلام أيضا أنه الإسرائيليين ممكن أن يبدأوا بالحفر في حق الكريش بأيلول المقبل فإذا نحن عندما ناخد كلام الكلام الرسمي من الشخصية الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل وعم بيحددوا موعد أيلول المقبل وقارننا أيضا بإسرائيل اللي بدأ تبلش حفر بأيلول بتصور أنه فعلا يفترض يكون فيه تفاصيل جديدة وتفاصيل إيجابية طيب عندي سؤال يوم طالما أنه مثل ما حضرتك عم تقول لبنان قدم أو تنازل عن الحق الـ 29 عن الخط الـ 29 ليه كان فيه مسيارات المقاومة؟ لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كريش وغيره طالما أنت اليوم عطيت هذا التنازل المطلوب منك صحيح أنه أنت تعرف في وقت اللي إجاء هوكشتين إلى بيروت بزيارته الأخيرة بحسيران أنه طلب أجوبة مكتوبة صحيح طبع الأطراف السياسية في لبنان أو الجانب اللبناني لم يعطيه أجوبة مكتوبة لأنه كمان بده عدد مكتوب نعم لأنه لا تصبح أي وثيقة رسمية إلا إذا كانت مكتوبة صحيح هون ينطبق قدمة على حق الكريش لغاية الآن لغم المواقف السياسية اللبنانية من رأس الهرم ونزولا عم تقول أنه هذا الحقل مش لإلمه يبقى كلاما غير رسميا بانتظار الأتفاق المفترض عادة بالإنهيارات الاقتصادية بترفقها شو تغيرات سياسية كبرى إما على وقع موجات شعبية وانفجارات شعبية قد نشهدها وإما نتيجة شو اليوم فرطة وزنات سياسية جديدة برعاية أقليمية من هلأ لك لك تشهر الفاصلة برأيك سنكون أمام نضوج عناصر تسوية قد تنتج حلولا في الداخل اللبناني لا فيه كلام فيه كلام يعني أكثر من تفصيلي حول هذا الموضوع اللي هو المشروع الفرنسي صحيح لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة واحدة وطبعا بس صحيح أنه عم يمشي هذا المشروع ببطء شديد ببطء شديد أدرا فرنسا تجمع الأطراف اليوم؟ لا ما فيه أعدة أطراف خلينا نقول مع الدخول الأمريكي مباشرة على خط الطفق اليوم خلص يعني لا ما تروك هذا لا بالنسبة للترسيم الأمريكي بس بالنسبة للنظام السياسي بلبناني الفرنسي والأمريكان غير يعني على الأقل غير معترضين بطفويد أمريكي خلينا نقول برضى أمريكي بس لا أنه ما فيه مجموعة من العناصر المركبة أيضا مصر والإمارات والسعودية وإيران رح يكونوا من ضمن عملية رعاية المؤتمر المفترض الحواري بين الأطراف اللبنانية هلأ أين يمكن أن يعقد مثل هذا المؤتمر؟ بلأ فيه كلام أنه سينكلو لا عم يقوله بالقاهرة مثلا صحيح نحكي كثير تردت بالقاهرة ليش؟ صحيح يكون تحت رعاية فرنسية بس أنه كمان أنه يفترض تكون فيه دولة عربية للطرعة ومصر بصورة عامة سياسات الخارجية إلى حد كتير كبير متوازنة ولها علاقات مع معظم الأطراف اللبنانية بما فيهم حزب الله يعني الشيء الآخر الآن في قنوات مفتوحة بين إيران ومصر هذا اللي بدي أسألك عنه يعني وهذا كله يمهد أيضا أو كله يصب في الاتجاه يبوثل إلى تقاطعات نعم حول إعادة إنتاج نظام سياسي يعني زيارة بايدن إلى المنطقة إلى مفاعل إذا بدك تدفع باتجاه التسويات وليس الحرب؟ أنا برأيي نعم رغم كل الكلام الذي يقال ماتوا عربي وإلى آخر أنا أعتقد يعني ليس أوانه الآن لسبب رئيسي أنه رئيس جو بايدن جاي على المنطقة حتى يأمن إمداد خطوط نفط وغاز إلى الإقصاد العالمي مش حتى يفتح جبهة جديدة فتح جبهة جديدة يعني عندك أنت أهم منطقتين في العالم يمتلقوا الطاقة لهن روسية وإيران عفواً روسية والخليج يعني بصير المنطقة كلها مناطق الطاقة متوترة هذا بيدر بقدر الإقصاد العالمي وبيفتح جبهة جديدة وبعتقد الأمريكان مش بهذا الوارد شكراً لألك مش لمصلحة حدا طبعاً الصحافة والمحل الأسياسي تفق شمين أهلا وسهلا فيك تحييت دايماً يعني حضورك في إضافة شكراً لأيلي وهيكي لمحات تاريخية شكراً لأيلي أهلا وسهلا فيك شكراً لكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله